نظمت فعاليات شعبية وشبابية في بعض محافظات المملكة مسيرات ووقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة ضد قرارات الحكومة رفع أسعار الخبز وعدد من السلع والخدمات وطلب المحتجون الحكومة بتراجع عن قراراتها وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين المزيد في التقرير التالي فعاليات شعبية في محافظة الزرقاء نفذت يوم الجمعة وقفة احتجاجية قرب ميدان الشهيد راشد لزيود رفضا لقرارات الحكومة رفع أسعار الخبز وعدد من السلع والخدمات هذه وقفة احتجاجية لإرسال رسالة واضحة إلى الحكومة لما فيها من قرارات جائرة يومية بحق المواطنين وانت تعرف أن هناك ارتفاعات يومية وبلشت هذه نتائجها تؤثر على المواطنين بشكل عام وطلب المشاركون بالوقفة الحكومة بضرورة تخفيض الأسعار والتراجع عن قراراتها لاقتصادية الأخيرة التي تمس جيوب الفقراء مؤكدين ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية جديدة تسعى إلى بناء اقتصاد انتاجي وتعزز من الاعتماد على الذات بدلا من اللجوء إلى الضرائب التي أرهقت المواطنين وزادت من أعبائهم المعيشية هذه الوقفة رسالة للدوار الرابع أنه انتساقت شعبيا ولا تلبي طموحاتنا آن الأوان لأن ترحل حكومة الملقي وفي محافظة الكرك أيضا نظمت فعاليات شعبية وشبابية وقفتين احتجاجيتين عقب صلاة الجمعة أمام المسجد العمري في مدينة الكرك ومسجد جعفر بن أبي طالب في المزار الجنوبي ضد ارتفاع أسعار الخبز والمواد التموينية والكهرباء وغيرها من الخدمات محافظة مادبا هي الأخرى شهدت مسيرة سلمية وسط بلدة ذيبان احتجاجا على قرار رفع الأسعار تلبية لدعوة من الفعاليات الشعبية والشبابية في البلدة وطالب المشاركون في الفعاليات الاحتجاجية الحكومة بالتراجع عن رفع الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين التي طالت الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود ترجمة نانسي قنقر